السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم مرة تانية في قناتي قناة موني ستايل معاكي مانال سليمان و موني ستايل و صاحبة بران لو انت اول مرة تشوفيني اتمنى بس تدوسي سبسكرايب العلامة دي وكمان فوقيها على طول علامة جرس او جنبيها ده الاشعار اللي بيوصلك اول منازل الفيديو ديه في ناس كتير قالوا لي ان ما فيش اشعارات بتوصلهم ياريت المشتركين بعد اذنكو جاست ان انتو تلغوا الاشعار وترجعوا اللي هو الجرس تلغوا الجرس وترجعوا وتحطوه مرة تانية عشان يوصلك اشعار بكل جديد زي ما تعملي كده رفرشمن هتعمليلي لايك لو عجبك الفيديو ده وكمان هتروحي على سوشيال ميديا انستجرام وكمان فيسبوك تعمليلي لايك وتعملي فولو وتشوفي منتجاته براند موني ستايل هناك على صفحة الفيس والانستجرام النهاردة زي ما انتو طلبتوا وكان التصويت بتاعكم ان انتو عايزين فيديو العيد او لك العيد يكون بمنتج رخيص اولا بس الفيديو ده مش اعلان هم مش بعتبلي اي حاجة ولا انا بعلن عن شيء ان خالص خالص ولا وصلني اي حاجة ببلاش انا شرية كل حاجة بفلوسي الخاصة وده لازم تعرفي ان ده فيديو مش اعلان النهاردة الفيديو هنروح على التوتوريال تتفرجوا عليه وبعدين نتكلم على منتج منتج يلا بينا على لك العيد اول حاجة هستعملها وهو المرتب المرتب ده اللي هو من جلام جلو اكيد تعرفوا طبعا المركة دي كويس بس رحته عاملة زي البرتقان وانتو عارفيني ما بحبش رحت البرتقان فده هيكون منه ترتيب وبيدي جلو بي شوي اول حاجة هستعملها قلم الحواجب لان لما بعمل حواجبي بحس ان انا زبط الميكب هي دي اللي بتصبط لي معايا الميكب ده قلم الحواجب حلو جدا طري بصوا على طول بيرسم زي ما انتو شايفين بس للاسف انا ما عجبنيش فيه اللون الاحمر او ان هو فيه لون محمر بني محمر وده انا ما بحبش خالص حواجب تكون بني محمر بس طري جدا وسهل جدا في الرسم حابدى اخد الكونسيلر من نفس المركة مركة شيجلام او شيئن وحابدى انضف تحت الحواجب برضو حلو قوي الكونسيلر بس بينشف بسرعة فلو حتنضفي بيه الحواجب لازم تكوني سريعة قوي وانتي بتوزعيه وبتنضفي بيه زي ما انت شايفين كده خلصنا الحواجب بالكونسيلر وقلم الحواجب بعد كده حاخد بقى دور المسكرة مسكرة الحواجب عجبتني جدا الفرشة بتاعتها السبات بتاعها اللونها زبط اللون المحمر شوي هو كان عملاء جايباء انا براون رقمه ثلاثة حلو قوي بعد كده حبدأ بقى حط الفونديشن ودي البيوتي بلندر انا عجبتني جدا لانها بغطى او لها كفر رجيت الفونديشن وحاخد منه ثلاثة ممكن بمبين او بمبين ونص ما حطتش كتير عشان اشوفه كده هو على اصفر زي ما انتوا شايفين تغطية بتاعته حلوة جدا وعلى فكرة ان حطي يعتبر كمية قليلة جدا تقدري تغطيه وتحطي طبقتين هيغطيه لك اكتر والكونتور بتاع تشاو انا مش هتكلم عنه خالص دلوقتي لانها هعمله حلقة خاصة به طالي جدا وجميل مش عايز اتكلم عنه بس اللونه كمان حبيته قوي طبع انتوا عارفين ماركة تشاو ماركة في مصر ماركة حلوة جدا البيوتي بلندر برضو عجبتني جدا يا جماعة البيوتي بلندر بجد تحفة لما بتمليها مية بتديكي شكل حلو قوي بعد كده حبدأ احط الكونسيلر الكونسيلر جبته درجة فير شوية وبيج لكن مش على اصفر بيغطي حلو بيعمل خطوط بسيطة قوي لكن بينشف بسرعة قوي فاتي اتكوني سريعة وانتي بتعمليه طبعا البيوتي بلندر عجباني مبسوطة بيها قوي هكذا حط اللوس باودر اللوس باودر بتاعتها عجبتني جدا وجبت الدرجة الوسط طرية نعمة حبيباتها نعمة جدا نطحونة حلو بتحط زي ما انتوا شايفين بصوا لما بجيت احدد بالكنتور شايفين المنظر بجد جميلة قوي قوي وتقدري بعد كده تنظفي بالفرشة بتديكي شكل رائع يعني الفينيش بتاعها ما تقوليش ابدا ان ده منتج صيني تقولي عليه منتج هاي انت بعدين هستعمل الميبلين ده الكنتور وفيه هايلايتر كمان البلد دي حلو قوي من ميبلين على فكرة بس برضو مش هتكلم عنها زي ما انتوا شايفين البيجمنت بتاعها نسيت احط البلاشر الكريمي برضو من شي جلام لونه بينك كده بس فاتح حبتين كنت محتاجة لاغمة لكن بصوا رغم ان انا حطيت البودر لكن اندمج معاه بسرعة جدا شايفين اللون في منتهى الجمال عجبني قوي قوي انا بس حبيت اوزع لاني كنت حطاها على البودر ونضفت طبعا الوشي كله من اللوس بودر اللي حطيته بعدين رجعت حطيت الكونسيلر عشان كبيز للأي شادو ودي بقى بلت الأي شادو هي بطلة الحلقة بتاعتنا على اورنج شوية وعلى أصفر خدت اللون البيج البيزيك او اللي هو يسبتلي الكونسيلر اللي حطيته لونه بيج حيزا رجعت تاني حطيت لوز بودر عشان خفت تعمل فول اوت بعدين خدت اللون المسترده ده بدأت بيه كترانزيشنال كولر او هو اللون الاساسي بتاعي حطيته على الجفن الفوق بعدين حاخد اللون الورنج بقى اللي اتنين جنب بعض اللي اتنين الورنج ده اللي بصراحة خلطت منهم وبين بعض يعني بقيت احط من هنا ومن هنا هو عزبني شوية في الدمج لانه تقيل حبتين كريمي فعزبني شوية في الدمج بتاعه وخد مني وقت لكن بيج منتد خدت اللون اصفر تاني وبدأت اقدمج اللي هو اللون الكريمي اللي حطيته مع اللون الاولان اللي هو المسترده بفرشة دمج كبيرة بعدين خدت فرشة فلات كده عشان حط تحت في الجفن اللي من تحت اللون الورنج مع اللون برضو المسترده حطيتلي اتنين مع بعض وحطيتهم تحت الجفن حاخد تاني من الكونسيلر واعمل كات كريز كده على قدي يعني مش حاجة واو قوي حطيته علشان عايزة حط لون اصفر وللأسف لان البلد ما فيهاش لون اصفر كده الكات كريز اهو بالنفس الكونسيلر بصوا قدي ايه الكونسيلر جميل وتقيل وبجمنت حلو قوي وبصوا فصل الالوان حلو قوي هحتاج لون من بودي شوب بخدت لون الاصفر ده لاني اللون اصفر مش موجود للاسف في البلد وبدأت احطه بفرشة كده فلات على الجفن المتحرك علشان يكون واضح اللون الاصفر اللي انا عايزيه بعدين بدأت بصوبع كده اخد من الورنج عشان ما يبقاش محدد قوي وبدأت ادمج بيه الاصفر وبدأت تاني ادمج الورنج مرة تانية ودخله تانية على الاصفر حاسيت ان اللون هيبقى فاتح قوي حبيت اغمقه شوية بلون بني مات حطيته في الكورنر الخارجي من العين علشان يدي بس تحديد اكتر للعين لاني حاسيت انها هتبقى لونين مع بعض الورنج مع الاصفر فاتح قوي فحبيت احط اللون البني يحددلي شوية شكل العين بعد كده جات دور بقى الايلينر عجبني جدا الايلينر بنات بصوا سواده القلم بيرسم لوحده عايز اقولكو بيرسم لوحده ناعم جدا وبصوا ما بياخدش مني وقت خالص والليكويد بتاعه جميل جدا مش محتاجة مجهود عشان تطلعين من الفرشة الفرشة فانطوعة بتقدري تعملي كمان الخط او الديل بتاع الايلينر المسكرة بقى الحاجة الوحيدة اللي يمكن ما عجبتنيش قوي برضو من شيء يعني مش قد كده والرموش برضو من الحاجات اللي ما عجبتنيش وبعدين استعملت قلم إيسنس اللون البني حطيته جوا العين وده برضو خارج شيء البلاشر ده طبعا انا حباة جدا لكن حاسة نهو مش لايق على اللوك لكن حطيت منه يديني برضو شوية بينك كده على الخدود وبعدين حطيت الكنتور بودر مرة تانية عشان ادمج البلاشر مع الكنتور ما عملتش كنتور للأنف بقى في الآخر عملته وهيخد اللون اللي في البلد شوية جليتوري شوية اللي هو اللون الوف وايت او الابيض حطيته في كورنا العين الداخلي ومحتارة كنت بين اتنين الروج حطيت NYX ده اللون الورنج بتاعه حلو قوي وطاري وجميل جدا وهحط برضو تحت الحاجب من نفس اللون الابيض اللي هو شوية شمر وده كان لوك العيد اللي انتو طلبتوه بمنتجات رخيصة وكمان صيني فعلا صدام اتنين هتكلم بسرعة عن منتج منتج دول بس التلات منتجات اللي كانوا برا شيئن هو الهايلايتر برونزر والكنتور وقلم الكحلة تعتبر كنتور وبرونزر مع بعض كان من ميبلين والكنتور كان من تشاو وقلم الكحلة كان من اسنس اول حاجة هتكلم عنها وهو الفاونديشن الفاونديشن رقمي فيه 105 يمكن قلت في التوتوريال ناتشرال اولا هو تغطيته ميديم من متوسط الى هاي كافر لو انت حطتي طبقتين زي ما انتو شايفين انا حبه لونه جدا لونه على اصفر الاندرتون بتاعه خفيفة على البشرة مش حاسة بتقلي فيها ما دخلش في الخطوط على فكرة ده تاني مرة استعمله حلو جدا الاستعمال اليومي لو هتحطي طبقة واحدة وتكون طبقة خفيفة حلو جدا للبنات وكان سعره 3 دينار يعني 150 جنيه ما فيهوش SPF فحيبقى حلو جدا طبعا في التصوير لو انت حتتصوري او لو عندك مناسبة او لو عندك فرح في العين تاني حاجة حبتها وما حبتهاش هو قلم الحواجب قلم الحواجب كان 03 dark brown لكن هو مش dark brown زي ما انت شايفين انا حاسة ان هو على لونه على احمر دي الحاجة الاولى او الحاجة اللي ما حبتهاش في شيء ان الالم dark brown وفي الصورة على الموقع dark brown وشايفها dark لكن زي ما انتو شايفين لونه على احمر وانتو كمان قلولي لايق علي ولا لا لأ لاني انا ما حبتهاش جودته في ان هو طري بيرسم بسرعة الفرشة اللي فيه بتساعد على تسريح الحواجب حلو جدا جدا انصحك بيه بس اختاري الدرجة اللي صح لو كل الدرجات على احمر يبقى ما تجيبيش النوع ده عندهم نوع اخر تقدر تستعمليه ده النوع اللي اسمه شيجلم مسكرة الحواجب الدرجة فيها زير واحد تخيلوا ان الالم dark brown وزيق brown رغم كده يمكن الفرشة الحواجب او مسكرة الحواجب زبطت شوية الالم الحواجب ده زبط ده شوية في اللون زبطوا الاثنين مع بعض بصوا هتلاقوا الفرشة من فوق طلعة كده زي المشت وتحت مدورة حلزونية لو انتو اخدتوا بالكم من الفرشة يارب تكون واضحة الفرشة جزء منها طويل بيسرح الحواجب حلوة قوي سابق بصوا مش بيوقف الحواجب بتحس انها نشفة قوي لا خالص الدرجة بتاعتها البراون او لو انتو حابة تجيبي dark brown هاتي لكده انا حبيت البراون قوي دي مظبوطة عليا المنتج التاني اللي اتجنت عليه وعايز اقول لكم بحطه في البيت البلاشر الكريمي بصوا العلبة او الباكتجنج برضو دي من شيجلام على فكرة هتلاقوا بعض حاجات من شيجلام وحاجات تانية من شيئن الاتنين تحت شركة واحدة وهي شركة شيئن صورة عندي اللون البنك ده كان يعني كنت شايفا ان هو مناسب او حيدي روز هو يديكي هنا ان هو لون فاتح لكن لما بيتحط على الخدود حلو قوي بيجمنتد طاري بتوزع بسرعة مش بيطبع او مش بيطبع على الخدود حلو جدا ورخيص كان باتنين دينار اعتقد يعني بمية جنيه وكميته حلو قوي تقدر تعودي معاها ولو حطتيها بس كده وانتي نازلة على الانف وعلى الخدود بيدي طابع فرش كده وفيه نضارة وحلو قوي بيفكرني بالباكتجنج بتاع نارس لو شفتوا نارس فيه عندهم اللي هو البلاشر الكريمي لكن هي الدرجة اللي انا خطأت فيها شوية انها لونها فاتح كانت مفروض تبقى درجة اغمأ سنتين لكن للبناتين الصغيرين اعتقد اللون البينك هيبقى حلو قوي وده اللي باهرني البلاشر بتاعهم الكمية بتاعته كبيرة البلاشر كبيرة وبصوا لونها عايز اقولكم ان فيها كمان مراية انا بس ما شلتش الورق بتاعها المراية بتاعتها حلوة قوي بجمنتت جدا قوية الدرجة دي باي 204 رومان هولي داي برضو من شي جلام البلاشر بتاع شي جلام رائع فوق الرائع بصوا الدرجة دي بجد تحفة على فكرة قريبة جدا من دي دي فتحة دي بتغمأها والاتنين بيزبطوا مع بعض انصحك جدا بالبلاشرات بتاعتهم لو انت عروسة وبتجهزي ونوية تتجوزي بعد العيد يا رب بعد ما تترفع الغمه انصحك جدا جدا بالبلاشر هاتي كل الالوان البلاشر على دينار يعني 50 جنيه انا معرجش ومن شي جلام كمان كنت جايبة اللوز باودر دي اسمها ناتشورال كولر على فكرة دي درجات خلي بالكو في منها اللي على اصفر قوي زي البنانا وفي منها اللي على ابيض خالص اللي هي ترانسبرانت اللي هي البيضة وفي اللي هي درجة كده ناتشورال كان هتلاقي 3 درجات على الموقع حبيت اجيب الناتشورال خفت من البنانا لاني لقيتها في الصورة صفرة قوي ولقيت الابيض خفت يعكس في التصوير كانت بصراحة اختيار صائب جدا للون الناتشورال نعمة قوي مفتاحة تحت العين حبيتها قوي لما جيت حددت وشفته في التوتوريال كانت جميلة نعمة سبتة غطت الفونديشن بطريقة حلوة قمني الجودة بجد صدمتني وحنشوف لما هنستعمل كمان انتو عارفين بعالوقت لو لقيت في حاجة مش حلوة وبازت في مع الوقت اكيد هقول لكم ده اما على الانستجرام اما على القناة بصوا انا عمري ما جبت ايلاينر بالريشة الرفيعة دي بهرني 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 سواده طريق جدا الفرشة مش بتنشف وانتي شغالة على طول بتسحب معاكي بترسم بسرعة لون القلم ده من شي ان مش من شي جلام لونه دهبي بصوا القلم عامل ازاي القلم طري يعني انا كانت جايبة قلم من لوريا قبل كده الفرشة وانتي شغالة بيها بتسحب ما تيجي تسحب بيها مرة تانية بتنشف ما تلاقيش لكود فيها مش شربة من الليكود اللي جوه سواده زي ما انتو شايفين حبيته جدا كان سريع جدا وانتي بتعمليه بيديو بيسحب معاكي على طول بصوا اللي هو مجرد ما بتخسري وشك خلاص بتتشال كده زي البلاستيك شوية بيتشال بيقشر وما يهببش الدنيا خالص المسكرة مش واو المسكرة بصوا هي فرشتها حلوة مش حنكر الفرشة بتاعتها حلوة بتسحب معاكي تحت وفوق زي ما انتو شايفين سوادها حلو لكن بتفرق الرموش ومش بتطويلها قوي ممكن للبنات الصغيرين تقدر تستعملها لكن انا مش اي مسكرة بصراحة بقترع بيها الحاجات اللي يعني مش مقتنع بيهم قوي لحد دلوقتي هو قلم الحواجب والمسكرة بنصحك بيها ممكن تجيبي من اسنس هيبقى من نفس السعر او يمكن الاسنس اغلى شوية لكن انا ما حبتش المسكرة قوي البلد بتتحدث عن نفسها هو المات يعني الالوان المات حلوة البجمنت بتاعها معقول مش وحش بس الكريميت يعني الورنج دول كانوا شوية تقال شوية في الرسم لانهم كريمي مش شمر مش شمر على فكرة يعني هما مش شمري دول يا رب تكونوا بس شايفينهم كويس بصوا يا رب تكون واضحة تحسوا ان فيها جليتر صغنان قوي في لمعة الجليتر اللي فيه لمعة ده مع الدمج شوية بيقص بصوا المات المات حلوة قوي لانه دي درجتها 0-3 warm في درجات منها اغمأ لو انتم مش بتحبين الالوان المجنونة دي دي علشان الموضة دلوقتي الالوانات دي موضة جدا الورنج والاصفر البيوتي بلندر بتاعتهم رائعة خفيفة و لما بتملأ مية وتعصريها كويس بتدمج حلو قوي جوة العلبة بتاعتها هتحفظ من التلوث والميكروبان لكن اللي ما حبتهوش قلتلكوا عليه ومعاهم الرموش في تركبها نشفة شوية هي أوريدي طبعا بلاستيك مش طبيعي ولا حاجة بلاستيك شوية بتاعها اللي فوق اللي هو اللي بتحطة على الرمش من فوق ناشف فصعب قوي وانت بتبنيه ما هو لازم تبني شوية الرموش عشان تقدر يتركيبيها كانت شوية فيها صعوبة يعني حاسة انها تقيلة مغيمة قوي او يمكن انا اخترت نوع تقيل رئيس الجماهير انا بصه الكونسيلر اول ما جاه حاسيت انه فاتح قوي وانفير ودا من شي جلام برضو تغطيته حلو قوي يمكن كنت اجيب زيرو اتنين مش عارفة بس هو مش على اصفر هو على بيج او على بينك شوية للامانة لكن بيغطي حلو بيندمج بسرعة وبينشف بسرعة خلي بالك فلما تيجي تدمجيه تحطيه تدمجي بسرعة زي ما قلت لكم انا مش بطلع اعمل لك عشان انا ميكاب ارتست وبعلمك تعملي لك اعتقد فيه قنوات كتير متخصصة في الموضوع ده لكن انا النهاردة جاية اوريكي لك من منتجات تقدري تشوفي جودة المنتجات علي تقولي لو عايزين كمان مقارنة بين شي ان وبين ام ان واللتمن صيني يا ربي فيديو النهاردة يكون عجبك وكل عيد وانتي طيبة ويا رب العيد يعود علينا وعليكم بخير وتفك الغمة والازمة ونطلع ونخرج ونشوف اهلينا ونزورهم بس ما تطلعيش باللوك الفاقع ده ده لوك كده فور فن عشان نشوف جودة الحاجات ما تنسيش تروحي على سوشيال ميديا الفيسبوك والانستجرام تعملي فولو وتعملي لايك وتعملي شير لكل صحابك وتعملي لاخر الفيديو لايك وكمان تشتركي لو لسه ما شتركتيش بحبك قوي قوي وكل عام وكل عيد وانت طيبة واحلى عروسة واحلى بنوتة في العيد واشوفك في فيديوهات اخر باي باي